عبر تطبيقات التواصل المختلفة يسعى الأطفال واليافعون لتحصيل الشهرة التي أصبحت هوساً جماعياً لدى الأجيال الفتية بعضهم يقلدون الفنانين وبعضهن يبتكرن طرقاً للمكياج وآخرون يجربون الغناء وفي النهاية يسهمون بنشر محتوى لا نكهة له ولا طعم سوى بعض من براءة طفولتهم من جهة أخرى أصبحت الشهرة تحصيل حاصل بالنسبة لعدد كبير من الأطفال واليافعين الذين عرفوا كيف يستثمرون وقتهم وإمكاناتهم لخوض تجربة ليست بالآنية وإنما يمتد تأثيرها لعمرهم بكامله وذلك بمساعدة الأهل والمدرسة فما هو دور كل منهما؟ كل مساء أكون في قمة الحرص على أن تجتمع الأسرة لا تفرقنا الأنترنت لكي نحافظ على هذا الترابط في كل مساء نجتمع لنقرأ الشعر سوياً لنقرأ الكتب نصحت الله للآباء أنه يحاول بقدر الإمكان رويداً رويداً يحاول يرجع الشباب أنه يوجههم للقراءة يخشوا الكتب ممكن أن نزيلوا مكتبات عبر التلفون يعني إذا كان هو يكسر أنه يمشي كتاب من المكتب كل ليلة أقرأ لها قصة صغيرة لا تتعدى مثلاً أربع صفحات خمس صفحات فلما كبرت وتعلمت القراءة والكتابة أصبحت تقرأ بنفسها وأصبحت عادة يومية لديها والدي كان يدعمني هو أيضاً هو أيضاً كان يأخذنا إلى السوق لكي نشتري كتباً وهذا ما جعلنا نحب مطالعة القصص كثيراً أمي كانت توفر لي جو كانت تأخذني مع والدي إلى المكتبة نقرأ قصص طبعاً أنا تجاوز مرحلة قراءة القصص فبدأت في قراءة الروايات والكتب بالتعاون مع الأهل قامت المدارس بدور مهم فاحتدمت تحدي بينها إذ انتهجت مناهج إضافية ووضعت جداول لتنظيم مطالعات الطلاب وتحضيرهم للتنافس في تحدي القراءة العربي الذي ضم 13.5 مليون طالب وطالبة من 67 ألف مدرسة بإشراف 99 ألف مشرف ومشرفة يمثلون 49 دولة احتجنا 14 شهر عشا نطلع المخرجات ونخرجها بحيث أن نرفعها كأوراق حمل كان انتقالنا في هذه المسابقة أفقي على مستوى الأفقي والآن إن شاء الله هننتقل بشكل رأسي ولكن للعمق أكثر كانت وسائل التواصل الاجتماعي عم تساعدنا يعني كنا عم نعمل المناظرات بوسائل التواصل الاجتماعي وعم نقرأ الكتب والPDF كمان ما مننسى هيدا الشيء بس أكيد إلا جانب سيء لما وخصا الشيء المتعلق بالتنمر نوعا ما التنمر اللي بيتعرضوله إما للقارئات لأنه هن بيكونوا كمطالع كإنسان مطالع من حس وسائل التواصل الاجتماعي بتخليه إنه هو المعزول إنه هو الغلط يعني إحنا كمان بحربنا مع السوشيل ميديا عرفنا نسخر وسائل إنه نقدر نغلبها للسوشيل ميديا نوعا ما أستاذة الفلسفة هي من ساعدتني في اختيار العديد من الكتب ومناقشتها خصوصا من أجل التحضير لمسابقة تحدي القراءة العربي كنا نجلس تقريبا كل يوم لنناقش الكتب حتى في الهاتف كان لديها دور فعال حقيقة مدرسة دائما كل سنة بتتحضر لتحدي القراءة العربي وبتحكي كثير عن تحدي القراءة العربي بالتفاصيل وبتشجع كل الطلاب عشان يكون فيه أكبر قدر ممكن من الطلاب المشاركين وبالآخر يعني يتم انتقاء الأفضل طبعا هنا يبدأ جيل من الشباب العربي حياته ومستقبله بكلمة إقرأ يتحدى بها الصعاب فتتفتح أمامه الأفاق ما علم منها وما لم يعلم إناس محمد إيرام نيوز موسيقى